بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد الرسول رب العالمين خير مبعوث إلى خير أمة بخير دين وبعد أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بقسمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الفقه الشافعي نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن بقية أحكام الأقضية حكم تولية من لا يصلح مع وجود الصالح يعني حكم تولية القضاء لشخص لا يصلح للقضاء مع وجود شخص آخر يصلح لتولية القضاء طبعا الإجابة إذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن ولو ولي من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولي والمولى لاثنين يعني أثماء من يوليه القضاء وأثماء من يتولى القضاء ولا ينفذ قضاءه وإن أصاب فيه معنى هذا الكلام أن الإمام عليه أن يجتهد في معرفة من يصلح لتولية القضاء طيب لو أن الإمام ولى أحد القضاء وهو لا يصلح له وكان يعلم أن هناك من هو أولى منه وأصلح منه لتولية القضاء ففي هذه الحال يأثم المولي أي الذي ولاه القضاء والمولى أي الذي تولى القضاء وإن أصاب الحق يعني لا ينفذ حكم من لا يصلح للقضاء حتى ولو أصاب الحق لماذا؟ لأننا كما بينا قبل أن إصابته اتفاقية ليست راجعة إلى أصل شرعي يعني اتفاقية يعني إيه؟ اتفاقية يعني جاءت كده عن طريق يعني كما نقول يعني إيه؟ الصدفة يعني ليست مبنية على ضوابط ولا على دليل شرعي يعني جاءت قدرا جاءت إيه قدرا ولم تأتي عن طريق حفظه للأدلة الشرعية أو الضوابط التي يقضي بها وهكذا فإن تعذر في شخص جميع الشروط السابقة فولى السلطان من له شوكة فاسقا ولكن كان مسلما أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة لألا تتعطل مصالح الناس يبا إذن ممكن نضع سؤالا في هذه الحال ما الحكم لو لم توجد كل هذه الشروط أي الشروط السابقة التي هي الشروط القاضي في شخص من الأشخاص حتى تولى القضاء إزاي؟ يعني إحنا عندنا أشخاص كثر يعني يطلبون القضاء لكن كل هذه الشروط التي ذكرناها الأربعة عشر أو الخمسة عشر ليست موجودة في شخص من هذه الأشخاص نعمل إيه؟ نأخذ أكثرهم يعني من توافرت فيه أكثر هذه الشروط أكثر هذه الشروط ثم يتولى القضاء وينفذ حكمه للضرورة وينفذ حكمه للإيه؟ للضرورة لأن لا يوجد أحد توافرت فيه كل شروط القضاء ولألا يتعطل القضاء لا بد من تولية أفضل الأشخاص توافرا للشروط في القضاء حتى لا تتعطل الأحكام وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عمن استقضاه يزيد فقالت إن لم يقض لهم خيارهم قضى لهم شرارهم معنى هذا الكلام أيضا أن القاضي العادل يجوز له أن يتولى القضاء من الحاكم الباغي يعني الظالم ولا يمتنع من تولية القضاء ليه؟ لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عمن استقضاه يزيد يعني عمن وله يزيد ابن معاوية القضاء ونعلم أن يزيدا هذا كان ظالما فما حكم من ولاه يزيد القضاء فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إن لم يقضي لهم خيارهم قضى لهم شرارهم بمعنى أن هذا العادل إذا لم يتولى القضاء حتى يقضي لهم بالعدل فطبعا سيتولى يعني شرارهم القضاء ويقضي لهم بالظل يبال أولى للقاضي العادل أن يقبل القضاء من الحاكم الباغي أو الظالم زوال أهلية القاضي وعزله زوال أهلية القاضي وعزله ولو زالت أهلية القاضي بنحو جنون إن عزل ولو عادت لم تعد ولايته وله عزل نفسه كالوكيل وللإمام عزله بخلل وبأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة فإن لم يكن شيء من ذلك حرم ونفز عزله إن وجد هناك من يصلح وإلا فلا ينفذ ولا ينعزل قبل بلوغه عزله وينعزل بنعزاله نائبه إذن عندي القاضي إذا يعني طرأ عليه عدم تكليف أو زالت ولايته وذلك بأن كان عاقلا فجنة أو كان عدلا فطرأ عليه الفسق فهذا طبعا يُعزل طيب نفرض أن أهليته عادت إليه يعني بعد أن كان مجنونا صار عاقلا أو عاد إليه عقله هل تعود له ولايته؟ لا طبعا لا تعود له إيه؟ ولايته ويجوز للحاكم أن يقوم بعزل القاضي وذلك في حال تسكين فتنة وذلك كأن كان هذا القاضي يقضي بغير العدل ثم يعني تألم منه الناس أو اشتكى منه الناس فيجوز للقاضي أن يسكن الفتنة وأن يقوم بعزل هذا القاضي كذا أيضا إذا أصابه خلل في حكمه فيجوز للحاكم أن يقوم بعزله وإذا انعزل القاضي انعزل وكيله أيضا يعني لو إن الحاكم عزل القاضي فيجوز له أو ينعزل وكيله تبعا له وكيل القاضي ينعزل تبعا لهذا القاضي ولو الدعي على متول جورا في حكمه لم يسمع ذلك إلا ببينه وتثبت تولية القاضي بشاهدين يخرجان معه إلى محل ولايته يخبران بذلك أو باستفاضة ويسن أن يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله قبل دخوله وأن يدخل يوم الاثنين والخميس أو السبت عندنا ادعى شخص على قاضي أنه يجور في حكمه يعني على متول يعني على قاض تولى القضاء أنه يجور في حكمه لا يسمع ذلك منه إلا ببينه يعني لا نأخذ بقول هذا المدعي إلا ببينة تشهد بأن هذا القاضي يجور في الحكم وتثبت تولية القاضي بشاهدين يعني كيف نعرف أن فلانا تولى القضاء بأن يظهر معه شاهدان إلى مكان الحكم يشهدان بتوليته القضاء أو بالاستفاضة بأن ينتشر الأمر ويعم ويغلب بين الناس حتى يعرف ويستفاد أن فلانا هذا قد تولى القضاء ففي هذه الحال يعرف أنه قد تولى القضاء ويسري حكمه بين الناس بعد ذلك إن شاء الله نأتي بعد ذلك إلى مكان جلوس القاضي ويستحب أن يجلس للقضاء في وسط البلد ليتساوى أهله في القرب منه هذا إن اتسعت خطته وإلا نزل حيث تيسر له وإن لم يكن هناك موضع يعتاد النزول فيه وأن ينظر أولا في أهل الحبس لأنه عذاب ثم ينظر في الأوصياء فمن وجده عدلا قويا فيها أقرة أو فاسقا أخذ المال منه ثم يتخذ كاتبا للحاجة إليه عدلا ذكرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات وأن يتخذ مترجمين وسجنا لأداء حق ولعقوبة ويكون جلوسه في موضع فسيح بارز للناس ليعرفه من أراده من مستوطن وغريب مصونا من أذى حر وبرد ويكره أن يتخذ حاجبا دون الخصوم لخبر من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة فإن كان ثمة زحمة أو كان في وقت خلوته لم يكره معنى هذا الكلام الأشياء يعني مكان جلوس القاض القاضي عليه أن يجلس في وسط البلد حتى يكون قريبا من الناس في أول البلد أو في آخرة هذا إذا لم يكن له مكان معين يجلس فيه وعلى القاضي أن يجلس في مكان مصونا من الحر والبرد وعليه أيضا أن لا يتخذ حاجبا إلا إذا كان هناك زحمة يعني كان فيه ناس كتير جدا فيحتاجوا إلى أن يتخذ حاجبا أو كان في وقت خلوته يعني كان في وقت الخلوة يعني الراحة ثم يحتاج إلى قصة من الراحة والناس يدخلون عليه ففي هذه الحال يجوز له أن يتخذ إيه حاجبا وطبعا مكان جلوس القاضي عليه أن يجلس في مكان مرتفع حتى يراه القاصي والداني ويكون هذا المكان لائقا بالقاضي يعني مكان محترم يجلس عليه القاضي يليق به لأداء مهامه ورسلته ويجوز له أن يتخذ كاتبا يكتب له ما يقول أو وأن يتخذ أيضا مترجمين يترجمان له كلام المدعي إذا كان على غير العربية وهكذا كل هذه الأمور من الكاتب والمترجمين يجوز للقاضي أن يتخذهما نأتي بعد ذلك أبنائي وابناتي إلى الشهادات العنصر الأول تعريف الشهادة ودليلها الثاني أركان الشهادة الثالث شروط العدالة الرابع عدد الشهود في كل حق ونوعهم الخامس حقوق الله تعالى السادس مواضع قبول شهادة الأعمى السابع أمور يقبل فيها لاعتماد على الصوت نأتي أولا إلى تعريف الشهادة ودليلها الشهادات جمع شهادة وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص والأصل فيها آيات كقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم وخبر ليس لك إلا شاهداك أو يمينه وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم أما عن أركان الشهادة فهي كما يلي أولا شاهد ثانيا مشهود له ثالثا مشهود عليه رابعا صيغة نأتي بعد ذلك إلى شروط الشاهد ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال الخصل الأولى الإسلام وذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عادل منكم والكافر ليس بعدل ثانيا البلوغ فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى من رجالكم أيضا العقل فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع ثالثا العدالة لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا رابعا أن يكون له مرؤة والمرؤة هي الاستقامة لأن من لا حياء له قال ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئتا خامسا أن يكون غير متهم في شهادته لقوله تعالى ذلكم أقصة عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتاب والريبة حاصلة بالمتهم سادسا أن يكون ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرص وإن فهمت إشارته سابعا أن يكون يقضا فلا تقبل شهادة المغفل ثامنا أن لا يكون محجورا عليه بسفة إذن شروط الشاهد أولا أن يكون مسلما فلا تقبل الشهادة من الكافر لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والكافر ليس بعدل الشرط الثاني البلوغ فيشترط في الشاهد أن يكون بالغا وذلك لأن الصبي لا تقبل شهادته فهو غير مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ثالثا العقل فلا تقبل شهادة المجنون لأنه لا يدري ما يقول ولأنه غير مكلف وللحديث السابق أيضا رابعا العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق لأن الفاسق قد يشهد زورا الفاسق قد يشهد زورا وعليه فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فتثبتوا وهكذا أيضا يشترط أن يكون صاحب مرؤة المرؤة التي نسميها الإنسانية وهي التخلق بخلق مثله أما إذا كان ليس صاحب مرؤة فلا تقبل شهادته بحال من الأحوال الشرط الذي بعد ذلك أن يكون يقضى بمعنى غير مغفل يعني المغفل اللي هو ضعيف العقل اللي هو ضعيف العقل فهذا لا تقبل شهادته أيضا الشرط الذي بعد ذلك أن يكون ناطقا فالأخرص لا تقبل شهادته وذلك لأنه لا يقدر على الكلام فكيف يقوم بأداء الشهادة وإشارته لا تقوم مكان أو لا تحل محل عبارته وعليه فلا تقبل الشهادة من الأخرص هذه هي شروط الشاهد نأتي بعد ذلك إلى شروط العدالة للعدالة خمس شرائط أولا أن يكون مجتنبا للكبائر ثانيا أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر والكبيرة هي ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة وقيل هي المعصية الموجبة للحد وقيل هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبيها بالدين أن يكون العدل سليم السريرة أي العقيدة بأن لا يكون مبتدعا أن يكون العدل مأمونا عند الغضب من ارتكاب قول الزور والإصرار على الغيبة والكذب لقيام غضبه أن يكون محافظا على مرؤة مثله بأن يتخلق الشخص بخلق من يراعي مناهج الشرع وآدابه لأن الأمور العرفية قل ما تنضبط إذن شروط العدالة يشترط في العدل أن يكون مجتنبا للكبائر فلا يقترف الكبائر لأن الكبيرة تخل بالعدالة وعليه فلا تقبل شهادته وقيل إن الكبيرة هي العقوبة التي توجب الحد وقيل هي العقوبة التي تستوجب الوعيد الشديد وقيل غير ذلك أيضا الشرط الثاني أن لا يكون مصرا على القليل من الصغائر لأن الإصرار على الصغيرة يعد كبيرة فإذا أصر على الصغائر فإن عدالته تنتقد ولا تقبل شهادته ثالثا أن يكون مأمون السريرة أن يكون مأمون السريرة بمعنى أن لا يكون مبتدعا أن لا يكون مبتدعا يعني صاحب بدعة أيضا أن يتخلق بالمروءة وكما علمنا أن المروءة هي أن يتخلق بأخلاق مثله من أهل المرؤات وذلك مثل اعتدال الأخلاق واعتدال الأفعال والأقوال ومطابقتها للواقع وهكذا أبنائي وبناتي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نشكركم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر